الفحم كان السبب وراء انتشار وانخفاض تكلفة الألواح الشمسية والمفارقة أنه يعد أيضا أكبر مساهم في الانبعاثات الضرى وتغير المناخ فالصين استطاعت أن تصبح أكبر مورد لألواح الطاقة الشمسية في العالم بنسبة تصل إلى 75% من الإمدادات العالمية هيمنة عالمية تحققت بفعل الفحم الذي يسهم ب57% من الكهرباء في الصين هذا فضلا عن العمالة متدنية الأجر الأمر الذي جعل تكلفة الكهرباء أرخص أربع مرات عن مثيلاتها في أوروبا مما ينعكس على تكلفة إنتاج الألواح الشمسية رغم ذلك فإن استخدام الفحم في إنتاج الكهرباء يعني أن تصنيع الألواح الشمسية في الصين ينتج ضعفا بعثات الكربون مقارنة بتصنيع نفس الألواح في أوروبا صحيح أن استخدام الفحم يعد أحد أرخص المصادر في إنتاج الكهرباء لكن التكلفة الفعلية تزيد بنسبة 170% إذا ما أضيفت الأضرار البيئية والصحية من التلوث الناتج عن حرق الفحم معضلة التلوث هذه جذبت الانتباه في الولايات المتحدة وأوروبا فهناك معسكر يرى أن الاعتماد على الألواح الصينية سيقوض جهود خفض الانبعاثات الضارة في حين أن المعسكر المقابل يرى أن استخدام هذه الألواح المصنعة في الصين ينتج عنه انخفاض صاف للانبعاثات على المدى الطويل نتيجة لإحلال الطاقة الشمسية محل الوقود الأحفوري في إنتاج الكهرباء ترجمة نانسي قنقر